بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه وانتبع هداه إلى يوم لقاه ثم أما بعد أحبات في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم وفي غيره فسأله عن التوحيد فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأله عن الصلاة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة فقال رجل هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فدل ذلك على أن الصلاة فيها الفرائض وفيها التطوع وتطوع أي السنن وتسمى أيضا بالنوافل وسميت السنن بالنوافل لأنها زائدة عن الفريضة قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك فصلاة الليل نافلة لأنها زائدة عن الفريضة ثم إن هذه النوافل أو السنن منها الراتبة المؤكدة التي واضر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأعلاها ركعة الفجر والوتر هذه أعلى النوافل المؤكدة التي واضر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن بعض العلماء ذهب إلى وجوب صلاة الوتر وهناك نوافل غير مؤكدة وهي مستحبة يفعلها من شاء ومن أشهر هذه النوافل المقيدة لأن هناك نوافل مطلقة كصلاة الليل وكصلاة الضحى أما النوافل المطلقة اللي هي مرتبطة بالصلاة يبقى في عندنا نوافل مطلقة أي غير مرتبطة بصلوات نحن عندنا صلوات صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء الصلاوات دي هي الصلاوات المفروضة في هناك سنن بتبقى قبل بعض الصلاوات دي أو بعدها السنن اللي قبل بعض الصلاوات أو بعدها تسمى نوافل مقيدة أي مرتبطة بهذه الصلاوات كسنة الصبح أو سنة الظهر أو سنة المغرب أو العشاء وهذه السنن منها المؤكد ومنها المسحب الذي يفعل من شاء المسحب الذي يفعل من شاء كسنة العصر كسنة العصر ثم هناك النوافل المطلقة كقيم الليل وكالضحى هذه كلها نوافل مطلقة سنحاول أن نتعرف ما هي النوافل المقيدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويؤديها وأين كان يصليها كان يصليها في أي مكان نريد أن نتعرف على هذه الأحكام في هذا الحديث المبارك وهو حديث اليوم وهو حديث مخرج في الصحيحين هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها إبركاتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ في بيته أي كل هذه الصلوات كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث من رواية عبد الله بن عمر ما أهمية أن يكون الراوي هو عبد الله بن عمر أهمية ذلك أنه بيرصد أن النوافل هذه صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته طيب وكيف عرف عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه النوافل في بيته كيف عرف ذلك لو نظرا نجد ان عبد الله بن عمر من اخته اخته هي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن ابيه ومن هي حفصة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام اذا هو بيذهب لزيارة من لزيارة اخته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيمكت عندها فلما يمكت عندها يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ايه في بيته طيب ما هي النوافل التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمع اي في البيت وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء هنا عند التوقفات الوقف الاولى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم من ذلك جواز صلاة النافلة جماعة لانه صلى ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يجوز للرجل ان يصلي النافلة في بيته وان تصلي زوجته خلفه هذه النافلة او ان يصلي الاولاد خلفه هذه النافلة نمر اثنين أن هذه الصلوات كانت مقيدة بالفرائط فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها هناك رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر صلى أربع ركعت وهنا سؤال في هذه الرواية أنه صلى قبل الظهر أربع ركعات يا ترى صلى الله أربع ركعات دول متصلة أم صلىها مثنى مثنى الصحيح أن يصلي الإنسان صلاة السنة القبلية أربع ركعات مثنى مثنى ليه لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل مثنى مثنى والحديث صلاة الليل مثنى مثنى وفي لض صلاة الليل والنهار مثنى مثنى إذن الصحيح أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعتين ثم تسلم فحديث عبد الله بن عمر ركعتين قبل الظهر وهناك رواية أربع ركعات قبل الظهر وصورتها مثنى مثنى ثم هناك ركعتين بعد الظهر وهناك ركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وهذه الصلوات النوافل تكون في البيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت لماذا؟ ليعلم أهل بيته الصلاة لأولا ثانيا حتى لا يعدم البيت من الخير والبركة ولذلك في صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته يعني إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا فإن الله تعالى جاعل لبيته من صلاته خيرا يعني الصلاة في البيت يكون فيها الخير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إذا المكتوبة يعني لأن بعض الناس بيصلم كل صلاة النوافل في المسجد أيضا ويتركون بيوتهم مهملة كالقبور فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلوات النوافل في البيت ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإسسقاء والقيام ونحو ذلك مما تشرع فيه الجماعة يعني الإنسان يصلي النوافل في بيته ويجوز له أن يصلي غير هذه النوافل في جماعة وهذا الحديث يحتاج إلى شرح أطول ولكن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وصلى الله وسلم ومبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر